أكد سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن إطلاق منصة استثمار الأراضي الحكومية يمثل خطوة جديدة ضمن جهود الحكومة المستمرة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص وذلك بهدف دفع التنمية الاقتصادية نحو أفاق أرحب جاء ذلك خلال مؤتمر الصحفي تم خلاله إطلاق منصة استثمار الأراضي الحكومية وهي أحدى برامج خطة التعافي الاقتصادي والمدرجة تحت أولوية تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها وقال سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إن المنصة تعد وسيلة مبتكرة لتسهيل إجراءات الاستثمار في الأراضي الحكومية وتطوير آلية وحكمة الإجراءات المتعلقة بالأملاك الحكومية بالشكل الأمثل وأعلن خلف عن إضافة 17 أرض حكومية على منصة استثمار الأراضي الحكومية كدفعة أولى مبينا بأن الأراضي المطروحة تشمل أراضي مصنفة لأراضي تعليمية وتجارية وترفيهية بدوره قال الشيخ محمد بن خليفة الخليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري إن هذه المنصة تهدف إلى حصر الأراضي الحكومية المتاحة للاستثمار واستعراضها في مكان واحد لضمان تنفيذ المشاريع الخدمية في مختلف مناطق المملكة إضافة إلى تحقيق ركائز الخطة الوطنية للقطاع العقاري وخصوصا الريادة في الابتكار ودعم وتمكين المطورين وتشجيع ممارسات التطوير العمراني المستدام من جانبها أشارت السيدة آمن الرمحي وكيل الاقتصاد الوطني بوزارة المالية والاقتصاد الوطني إلى ألية الطرح والاستثمار حيث سيتم طرح جميع الأراضي الحكومية من خلال مزايدات عبر مجلس المناقصات والمزايدات مشيرة إلى أنه تم ربط منصة الأراضي الحكومية بالنظام الألكتروني لمجلس المناقصات والمزايدات وذلك لفتح المجال للمستثمرين بتقديم طلباتهم بكل شفافية وعدالة وبدور هلافة السيد أمين العريض الرئيس التنفيذي لشركة البحرين للاستثمار العقاري إدامة إلى أنه سيتم طرح الأراضي التابعة لشركة إدامة في مزايدات عامة بعقود انتفاع مدتها 25 عاما ويكون الدفع مقدما لمرة واحدة مع منح فترات سماح تمتد لـ 18 شهرا لإصدار التراخيص والموافقات الرسمية والبدء في عملية إنشاء المشروع التطويري فيما أشار السيد خالد إبراهيم حميدان رئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية إلى همية وفائدة منصة استثمار الأراضي الحكومية التي تسعى لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية وهي ضمان شفافية وعدالة الاستثمار في الأراضي الحكومية وتعزيز التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص علاوة على الاستمرار في تنويع الاقتصاد ضمن خطة التعافي الاقتصادي لتوفير مزيد من التسهيلات الجاذبة للاستثمارات وتسهيل الإجراءات التجارية وزيادة كفاءتها دشنت مملكة البحرين منصة استثمار الأراضي الحكومية وذلك بهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية وإشراك القطاع الخاص فتكامل هذه الجهود وتكاتفها جاءت من أجل مصلحة خدمة المواطنين والمقيمين لتطوير آلية وحوكمة الإجراءات المتعلقة بالأملاك الحكومية بالشكل الأمثل خلال هذا المؤتمر الصحفي تم إطلاق منصة استثمار الأراضي الحكومية بصورة عامة الغرض الرئيسي من أطلاق هذه المنصة هي تأتي ضمن خطة التعافي الاقتصادي التي وجه فيها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتأتي ضمن إشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات الحكومية ذكرنا في هذا المؤتمر أن هذه هي الدفعة الأولى وهناك دفعات إن شاء الله سوف تكون في المستقبل قريب وسوف نبني على هذه الدفعة والنتائج التي سوف نتوصل إلها إلى تقديم عقارات إضافية هذا في كافة أنحاء المملكة وتشمل هذه المنصة على أراضي مطروحة مصنفة لأغراض مختلفة منها التعليمية والتجارية والترفيهية حيث سيكون للمستثمر حق الانتفاع من الأرض الحكومية عن طريق تأجير الأرض بأسعار تنافسية لفترات تتراوح بين 25 سنة و30 سنة الله الحمد هذه المنصة هي نوع من الشفافية والتكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص أنهم ممكن أن يتكاملون مع بعضهم بعض طبعا يكمن دور مؤسسة التنظيم العقارية في عملية قانونية والمتاحة أمام التشريعات والقوانين واللواحة لتنظم عملية الإيجار طويل الأمد وهذا شيء من دور من صلب عمل المؤسسة في تاحة الفرس أمام المستثمرين الراغبين في الاستثمار في أراضي الملك الدولة هذه المنصة جدا مهمة لأنها تعطي الفرصة للقطاع الخاص أنها تساهم في تطوير الأراضي بصورة شفافة ومباشرة وسهلة طبعا تستفيد من التكنولوجيا فيفتح المجال لعدد أكبر من المستثمرين المطورين فمتفاعلين خير إن شاء الله هذا الجميل في الموضوع أن التعاقد أو الدخول في المنصة متاح للجميع وستسهم هذه المنصة في تحقيق ركائز الخطة الوطنية للقطاع العقاري وخصوصا الريادة في الابتكار ودعم وتمكين المطورين وتشجيع ممارسات التطوير العمراني المستدام وفق معايير دولية تفتح أمام المستثمرين والمطورين العقاريين لتقديم طلباتهم بأعلى مستويات الشفافية والعدالة ضمن خطة التعافي الاقتصادي جاء إطلاق هذه المنصة بالتعاون مع الجهات المختصة للتأكيد على عزم مملكة البحرين في المضيء قدما بالنهوض في القطاع العقاري بما يتوافق مع رؤيتها الاقتصادية عشرين ثلاثين طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر